في بداية اليوم النهاردة توفي الفنان القدير عزة العليلي واحد من فرسان الفن المصري والعربي يشايع جثمانه إلى مثواه الأخير من مسجد المروة في 6 أكتوبر وسط حضور كبير من الفنانين ومحبيه حين وفاة العليلي جات بعد أل من شهر على دوره في برنامج صاحبة السعادة مع العظيمة إسعاد يونس كان في منتهى البساطة خلالها تكلم عن ذكرياته الفنية وحنينه لزوجته الراحلة اللي قال إن أي نجاح أقو في حياته بيرجع لها يا الفضل في بعض ربنا وإنه لو وجودها ما كانش هيوصل لأي حاجة حقيقة تكلم بشكل إنساني وعاطفي وصادق قال عنها ما كنتش متخيل إنها هتروح وتسيبني مفيش حد معايا ساعت أسمع صوتها ساعت أقوم من النوم على صوتها ربنا يرحمها كأن المقابلة كانت رسالة وداعة رقيقة جدا منه لكل جمهوره ربنا يرحم هذا الفنان العظيم الذي قدم الكثير والكثير لهذه الصناعة للفن المصري اللي بقى أهم جزء الحقيقة من وجود مصر بقوتها النعمة اللي العالم كله والعالم العربي دايما حطتنا في قلبه لهذا السبب خلونا نتبع هذا التقرير رحل عن عالمنا صباح اليوم النجم والفنان القدير عزة العليلي أحد فرسان الفن المصري والعربي بعد رحلة عطاء استمرت لسنوات قدم خلالها العديد من الأعمال الفنية وشيعت جنازة الراحل من مسجد المروى بالسادس من أكتوبر وسط مشاركة عدد من الفنانين في مقدماتهم الفنان خالد النبوي وإلهام شهين ورشوان توفيق والدكتور أشرف زكي ولبلبة ووفاء مكي وأحمد بدير كما حضرت أيضا وزيرة الثقافة الدكتورة إناس عبدالدين كلنا عايشين بالفخر والحب اللي هو سايبه لنا مع الناس كلها أشكركم شكرا جزيلا لا 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 إحنا في الظروف أعتقد أنه مش من المناسب أن يكون في عزة وحب الناس وتقدير الناس وصلنا من خلال المواقع ومن خلال المنصات التواصل الاجتماعي ومن خلال رسائل الواتساب ومن خلال رسائل التليفون ومن خلال تليفونات الناس أشكر كل الناس فنان مصقف مهموم بهم بلده ومهموم بما مر بيه الفن المصري مهموم بما مر بيه الفن العربي مهموم بما تمر بيه مصر عايش تعالي ابن البلد الجدع فإحنا فقدنا أقريمة كبيرة جدا جدا قامة كبيرة جدا جدا أخلاع عظيمة فقدنا حاجة كبيرة جدا وكل اللي بحبهم بيروح عزة العليلي قيمة فنية كبيرة توفي عن عمر يناهز 86 عاما قضى منهم أكثر من 58 سنة داخل عالم الفن والإبداع كانت بداية أعمال الفنان الراحل من خلال فيلم رسالة من امرأة مجهولة والذي كان بمثابة بدايته السينمائية لتتعدد أعماله بعد ذلك ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون وتعتبر أحد أهم أدواره في فيلم الأرض والطريق إلى إيلات وأهل القمة والمنصورية والتوت والنبوت وفي المصرح شارك في عدة مصرحيات من أهمهم أهل نيبكوات وثورة قرية لتتكلل حياته المهنية بالعديد من الجوائز من أهمها جائزة أحسن ممثل عن فيلم الطريق إلى إيلات وتكريمه في مهرجان وهران عام 2017 ليرحل عن عالمنا عزة العليلي بجساده فقط وتبقى أعماله في أدهان المصريين والعالم العربي أجمع